بخطوات ثابتة تمضي تركيا في تبليل العقبات التي تثير مخاوفها الأمنية فيما يخص عضوية السويد في حلف النيتو بعد أن اشترطت أنكرا تحقيق كافة مطالبها بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تحت ظنها ستوكولم أنكرا استضافت الاجتماع الرابع للآلية الثلاثية المشتركة بين تركيا وفلندا والسويد حيث استمر لمدة ثلاث ساعات تحت إشراف عكف شطاي كيليش كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمخض عن الاجتماع الاتفاق على مواصلة العمل بناء على الخطوات الملموسة القادمة الأطراف المعنية ناقشت مستوى التقدم الذي أحرزته السويد بموجب اتفاق ثلاثي أبرم في مدريد العام الماضي كما بحثت أنشطة التنظيمات الإرهابية في السويد بناء على أمثلة واقعية واستعرضت الآثار المترتبة على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في السويد فيما أكد المشاركون أهمية الآلية المشتركة الدائمة وتوافقهم على مواصلة العمل لتنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة الثلاثية اجتماع وصفه الأمين العام للنيتو يونيس ستولتنبرغ بالإيجابي محتبراً أنه حقق بعض التقدم فيما أعرب عن تفاؤله تجاه الموقف السويد وقبيل انعقاد الاجتماع قال أردوغان أن السويد عليها أن لا تتوقع من أنكرة أن تعطي الضوء الأخضر لطلبها الانضمام إلى الحلف قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب تحركات مكثفة تجريها السويد قبيل انعقاد قمة النيتو الشهر القادم في ليتوانيا ورغم اتخاذها خطوات جديدة خصوصاً فيما يتعلق بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب إلا أن أثر ذلك تعطله مظاهرات أنصار بيكيكي الإرهابي في ستوكهولم كما أن الانقسامات السياسية والقضائية والبرلمانية فيها تعقد أزمتها في تلبية شروط أنكر على المساوي تيرتا عربي